السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في عام 1987 في اتنين من نشطاء الشواد في المجتمع الأمريكي كتبوا مقال بعنوان تجاوز أمريكا المستقيمة المقال ده وقع عليه 175 ناشط من نشطاء الشواد وكانت الفكرة الرئيسية لهذا المقال فكرة إزاي نحول أمريكا التي لا تقبل إلا الجنسين اتنين إلى أمريكا التي تتقبل الشذود على إنه مجرد شيء آخر المقال ده بعد كده اتحول ليه كتاب حجمه تقريبا 400 صفحة ويسموه أفتر ذا بول أو ما بعد حفلة الرأس هذا المقال يتكلم عن خطة ممنهجة لتحويل أمريكا زي ما قلت من مجتمع رافض للشذود إلى مجتمع متقبل للشذود يترى إيه هي الخطة اللي عدها هؤلاء؟ إيه هي البنود بتاعتها؟ هو ده اللي إن شاء الله هنتكلم عنه النهاردة البند الأول كان بيقول تكلم عن الشواذ والسحاقيات بصوت أعلى وأكثر تكرارا اتكلم أكتر واكتر الغرض من كثرة الكلام في هذا الموضوع في المجتمع هو عملية بتعرف عند علماء النفس بالديسينساتايزيشن الديسينساتايزيشن دي اسمها عملية إزالة الحساسية إنه لما كلمك عن موضوع أنت ما بتحبوش أو مستنكره أو نافر منه بكثرة وبصوت عالي فأنا بعملك مع الوقت إزالة حساسية لما تكرهوا ولما تبغضوا فقالوا نعمل الخطوة دية اتكلم عن الشوذو في الميديا وفي وسائل التواصل اعمل حوار سواء بالموافقة أو بالمحايدة مش هتفرق كتير وقالوا استخدموا خطة هنا أو عبارة كده بيقولوا عليها استخدم الحوار لتعكير المياه الرائقة للأخلاق اتكلم وقول اللي أنت عايزه مرة مع مرة الحساسية هتزول قالوا كمان إحنا محتاجين نعرض الشذور على أنه اختلاف وتغير مؤرد اختلاف وتغير في الأذواق زي فيه واحد بيحب الآيس كريم واحد بيحب البسكوت واحد بيحب الفانيليا واحد بيحب الفراولة واحد بيحب كرة القدم واحد بيحب كرة البيسبول المهم أن أنت تعرضه على أنه مجرد اختلاف وتنوع في الأذواق دي كانت الخطوة الأولى المقصودة من هذا الأمر وهم عارفين أن التغيير بيجي بالتدريج وأن أنت يعني حاجة قاعدة نفسية كده أن كلما أنت تشوف أشخاص بيتبنوا الفكر المغاير حواليك مع الوقت عددهم بيزيد أنت مع الوقت حتتقبل الفكرة المستهجرة ده كان البند الأول البند الثاني بيقول صور الشواذ على أنهم ضحايا وليسوا كخصوم أو أشخاص عدائيين لأ صورهم على أنهم ضحايا القدر الناس دي تولدت كده حرام ما لهمش زمد هنعمل إيه هم مغصبين على أمرهم أو الناس دي هرموناتها اللي وصرتها لكده أو تحطوا في ظروف بأي غزبا عنهم ومش فئ بيهم أن هما يتجاوزوا هذا الأمر بلاش تصورهم على أنهم أشخاص معادين أو ليهم منهج معادي وفك معادي كمان وانت بتعمل ترويج لهذه الفكرة في المجتمع وبتعمل دعاية لها خلي بالك الأول انزل بالمقبول يعني انزل بالمقبول الناس دي كانت بتعمل حاجة وإحنا تكلمنا عنها قبل كده بيسموها شهر الفخر أو البرائد منث بينزلوا في الشوارع الشواذ والسحقيات بأعلام عشان يعني كأنها نوع من الاحتجاج أو التظاهر لأجل استجلاب بعض الحقوق الخاصة بهم في حد زعمهم قالوا لما نيجي نعمل كده انزل بالمقبول يعني انزل بالسحقيات اللي هم فاتنات الجمال انزل بالشباب الوسيم الناس عارفة ان البنات استحقيات دولت غلابة وتتعاطف مع البنات وناس هشة ومش معقولة يا حرام دولت هنصدمهم ونضرابهم يعني لا انزل بالمقبول انزل بالشباب الوسيم كمان اللي الناس ممكن تتقبلوا انزل بالرجالة المسنين اللي الناس ممكن تتعاطف معاهم لكن بلاش تنزل بالرجالة الشواذ ذوات الشوارب المبتذلة اللي هم ممكن تشوفهم تقول ده واحد خطاف اطفال ده بيخطف الاطفال ده متحرش بالاطفال المجرم ده مسكوه لا بلاش تنزل بالعينة دي في الاول عشان يفضلوا في صورة الضحايا البند الثالث بيقول امنح المدافعين عن الشواذ المبرر العادل اديهم مبرر عادل قضية عادلة لو انت عايز تروج لفكرة الشوذ وقلت للناس يا جماعة احنا بنطالب بحقنا في ممارسة الشوذ الجنسي اللي هو مقزز ويدعو الى الاشمئزاز والقرف الناس هتنفر منك وما ليه؟ لا حطه مبرر عادل قضية الناس بيش هتختلف عليها الناس بتحبها في المجتمع الغربي بالذات وهي سميها حق حرية التعبير حق حرية المناهضة حط مثلا المساواة التنوع في المجتمع عدم استخدام الخطاب الذي يحض على الكراهية استخدم العبارات البراقة دي عشان هتشكل مبرر عادل اللي يحب انه هو يدافع عنك في قضيتك الأمر الرابع قالوا لازم تصور الشواذ على انهم اشخاص جمال ومنتزين صور الشواذ على انهم اشخاص جيدون يقولك عارف فلان العظيم ده اهو فلان ده كان واحد مننا سيع من حج يقولك عارف انت سقراط وشيكسبير عارف انت الاسكندل الاكبر عارف انت مايكل انجلو اهم دولة العظماء دول ناس شوان وانت ما كنتش واخد بالك ومش عارف يا راجل ايوه عادي خالص يقولك كده حتى الفكرة دي والخطاب الغريب ده بسرعة اتطبق وتعامل في بريطانيا لما بريطانيا طبعت على فئة الخمسين جنيه الاسترليني تقريبا فئة الخمسين جنيه الاسترليني صورة ألان تورينج ألان تورينج بيقوله ان هو مطور الحاسوب والراجل عالم كبير يعني في علم الحاسوب والراجل ده كان متهم به الشدود فبريطانيا حكمت عليه حكم زمان قبل بقى ما يبقى فيه تجريب قبل ما يبقى فيه تطبيع مع الشدود وان هي عملت له عملية اخصاء كيميائي ففي بعد يعني اواخر بعد الالفينات بريطانيا قررت ان هي تعتذر لهذا الرجل الميت في قبره وان هي تطبع صورته على فئة الخمسين جنيه الاسترليني والملكة إليزابيث اعترفت رسميا في 2013 للشواذ في جميع انحاء العالم او في بريطانيا بالاخص عن اللي بريطانيا كانت بتعملوا ضدهم والخلاصة ان هم يصوروا كل من هو تظن ان هو عظيم في التاريخ يقولك ده واحد مننا ومعليش ايه طلع بقى طلعهني من القبر يرفع دعوة قضائية ويقول ان انا بفتري عليه ما فيش الكلام ده طبعا اللي عايز يتبلى يتبلى زي ما هو عايز الحاجة البندر الخامس بيقول ان تصور المناهضين والكارهين للشدود على انهم اشخاص سيئون وشيطانهم الآخر يعني طبعا الفكرة تي احنا تكلمنا عنها في حلقة تكلمنا فيها عن الاشخاص اللي تم يعني تشويه سمعتهم واتهمهم بما يعرف برهاب المثلية اخترع مصطلحات سميه رهاب المثلية رهاب المتحولين جنسيا يعني لو حد مش عاجبوا المثلية الجنسية كفكرة كحرية رأي لا انت ما تسيبوش كده قول هو عنده رهاب وفوبيا من المثلية الجنسية فالشيطانة دي شغال عليها الميديا ليل ونهار واتلمنا بالتفصيل عن الموضوع ده حلقة سابقة البند الأخير والسادس بيقول احصل على دعم مالي وخصوصا من الشركات الأمريكية الناس دي فهم يعني ايه الدعم المالي الاشخاص الشواذ مميزين بانهم داخلهم الاقتصادي او داخلهم المادي فوق المتوسط كمان هم حجم مستهلكاتهم وانفقاتهم وليل جدا مقارنة يعني بالمقارنة بالاشخاص العاديين الطبيعين الغيريين ليه؟ لان هما ما عندهمش أسر ما بيكفروش حد ولا بيعولو حد هما ناس مقطوعين من شجرة لو انصح التعبيد وبالتالي فالناس دي معاها فلوس كتير فقالوا احنا عندنا في المجتمع الأمريكي تقريبا حوالي عشرة مليون شاف العشرة مليون دولات لو خدموا كل واحد فيهم دولارين اتنين بس هيبقى معانا دعم مالي أكبر من أي حد أو أي مؤسسة تفكر بس ان هي تناهض فكرة الشدوث وبالفعل استخدموا هذه الأموال وضخوها في الصحافة وفي الإعلانات وفي الميديا وفي الأفلام بشكل مكثف لحد النهاردة عشان خطر ينجحوا فكرتهم الباطلة والمبنية على مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى وعلى الفطرة الإنسانية اللي ربنا فطر الناس عليها في نهاية الحلقة أنا عايز أسأل سؤال برأيك عزيز المشاهد هل الناس دي نجحت بإنها تخطط لفكرتها ولا هم ما نجحوا في تنفيذ مخططهم أشوفكم الحلقة اللي جاية على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمراكاته